أهلاً وسهلاً بكم في حلقةٍ شديدةٍ من أسرار شرق أوسطية اليوم أصبح جو بايداً نصف يوناني وهو الذي يعلم حفاده كثيراً من الأناشيد باليونانية هذا ما تصرح به الصحافة اليونانية اليوم وتؤكد على أن جو بايداً سيقوم بالتوقيع على قبول صفقة للآف 35 الموجهة إلى اليونان هذا مهم جداً بالنسبة للدعاية الخارجية لكن المسألة اليوم في الكونغرس حول تسليم سرب للآف 35 في مقابل الآف 16 التي قدم بها الرئيس التركي وقلنا منذ البارحة على أن الأمر المتعلق بالآف 16 وخلق ما يسمى بالجسر أو الثقب الجوي كما يسميه الأثينيون ما بين قبرص في الشمال وبين تركيا هناك مصار جوي مؤمن بالآف 16 هنا الآف 16 في سماء قبرص كما تلاحظون فيه مناورة كبيرة جداً ورسم للعالم تمارين الجوية التي تثبت مدى السيادة التي يطالب بها أردوغان لشعب شمال قبرص أو ما يسميه بالأتراك القبارصة إذن مسألة الدولة القبرصية الجديدة أو في شمال قبرص والاعتراف بها أصبح هو القاعدة كما قلنا قاعدة النقاش المساواة السيادية بين كل من شمال وجنوب قبرص وأهم من كل ذلك هو السماح للسلاح الاستراتيجي بأن يكون في شمال قبرص إن السيادة باتجاه شمال قبرص يطمح إليها الجميع ونرى بوضوح أن كلام أردوغان مباشر وعلى قاعدة المساواة السيادية بين شمال وجنوب قبرص من جهة وأيضاً الحقوق السيادية من أجل وصول السلاح الاستراتيجي واستقراره في شمال قبرص إن الآف 16 اليوم هي المدى الذي يمكن أن تجسده هذه السيادة القبرصية وبالنسبة للأتراك فهم صنعوا شعباً واحداً إذن واضح جداً أن تركيا تريد ضمان الحقوق الشرعية للأتراك القبرص ولا يمكن تطوير شراك مع القبرص اليونانيين بعد انقلاب 1974 إن هناك شعبان متميزان ودولتان متميزتان إن حل الدولتين سيكون قاعدة المفاوضات وبالتالي فإن على القبرص أن يقودوا مستقبلهم على ضوء هذه القاعدة إن تصريحات أردوغان كانت واضحة جداً بدولة قبرصية سيكون لها تبعاً لما قلناه البارحة تماماً بأن هذه التصريحات ستكون وسيعلن مباشرة عن وجود دولتين أو حل الدولتين كخيار وحيد على طاولة المفاوضات نوع من التورانية أو التركمانية الجديدة أو العثمانية على حد الاستلاحات لكن المهم هو أن هذه المقولة أصبحت استراتيجية وتأخذ بعداً جديداً على الأقل بالنسبة لليونانيين وبالنسبة لمعارضي أردوغان اليونانيون اليوم بعد طلبهم في 6 نوفمبر من أمريكا شراء الآف 35 تماماً كما الرافال بالنسبة لفرنسا من أجل قلب التوازن الجوي في بحر إيجا وفي الشرق المتوسط اليوم أردوغان يؤكد على أن التنقيبة سيستمر في الشرق المتوسط وأنه سيصل وسيضمن الحدود القبرصية مما يعني مباشرة التصعيد النهائي كما كان بل هو يكرسه على الأرض ويعتبره مسألة لا تقبل النقاش إذن مرور الآف 35 إلى اليونان ووصول الآف 16 إلى قبرص شمال قبرص هو تحول كبير وخطير للغاية لا يمكن معه أمام إدارة بايدن القادمة إلا أن تستفيد من أحد أمرين الأول هو خفض التوتر إلى أقصى حد أو تقسيم المياه وتقسيم الثروة البحرية في إيجة وشرق المتوسط ما بين تركيا أو ما بين اليونان هذا أمر واضح بالنسبة للنقطة الثانية اليوم فهناك تعبير واضح وهناك اتفاق سري نكشفه اليوم حول مصنع أو صناعة عسكرية إلى شمال قبرص اليوم لم يعد هناك بعد رفع الخضر الذي قام به الأمريكيون اتجاه جنوب القبرص أو قبرص اليونانية اليوم الأطراق هم أيضا يمارسون الحقوق السيادية لإخوتهم القبارص الأطراق في شمال قبرص من أجل الوصول إلى دولة كاملة السيادة والأركان والأوصاف وبالتالي فإن نقل صناعة دفاعية إلى شمال قبرص كان مهما جدا لهذا الترتيب إذ سنلاحظ من الاستقبال الذي قام به القبارص الأطراق لأردوغان كان واضحا أن الأمر هو تكريس للسيادة المسألة الثانية هو الوصول إلى تأمين ما يسمى بالثقب الجوية أو المصاري الجوي الكامل الذي وصلت به طائرة أردوغان مصحوبة بالآف 16 ثم وهذا هو المهم أن الآف 16 رغم الظروف فإن في فاروسي كان هناك تجاوز بالنسبة لبير قدار وغيره في تفصيل وتأمين هذه كل التفاصيل كل التفاصيل كانت تنقل بتأمين عالم الإجراء الذي قمنا به يقول أردوغان في فاروسي لم يخلق مشاكل جديدة بل صححة القديمة إذن العملية كلها توازي في شرق المتوسط الوصول إلى 12.5 ميلا الرئيس عروجي اليوم كانت تبحر بعيدا عن عن الشواطئ اليونانية في حدود 12.5 ميلا بين الحدود تقريبا المتوهمة لأن بالنسبة لليونانك كانت تريد 12 ميل اليوم لا تعترف تركيا إلا بستة أميال إذن نحن أمام شيء آخر شيء يثبت أن هناك فعلا ترتيبات جديدة لا بخصوص الآف 16 في شمال قبرص ولا الآف 35 باتجاه اليونان ولا ما يسمى بالتنقيب الذي هو مفتوح اليوم على 12 ميل بأمطار وهذا تطور ملموس للغاية إذن تركيا تريد ضمان الحقوق الشرعية للأطراك هناك تأمين كبير للنظام الجديد في شمال قبرص محاولة الاعتراف به من طرف النيتو التركي ولكن على الجانب الأمني هناك شيء هام للغاية أولا أن الرئيس عروشي اليوم أبحرت بدون هذه الكثافة التسليحية بالنسبة للبواخر أو البوارج الحربية هذا سؤال أن يمكن للرئيس عروش أن تؤمن نفسها أمام المستوى أو دفاقته الجديد الأمر الواقع الجديد الذي تفرضه تركيا على كل المنطقة وعلى اليونان تحديدا هذه نقطة أولى النقطة الثانية محاولة العمل على ذخيرة حية مباشرة بعد وصول الرئيس إلى شمال قبرص لقد لاحظنا بشكل واسع أن حالة إطلاق الرصاص وغيره كان يستهدف بالأساس المناورة البحرية من الاتجاه الآخر لقد كان تأمينا عال كذلك من الجهة الثانية يعني أن هناك حزام إلكتروني واسع وتأمين ومصار أو نفق أو ما يسميه الثقب الجوي بين تركيا وما بين قبرص والإبحار بالنسبة للريس عروج على مسافة خمسمائة متر فقط مما تسميه اليونان حدودها وهناك طيران بالنسبة للبير قدار في قلب السماء الماطرة في فروسي مما يعني أن كل ما حكية عن عدم استطاعة طيران البير قدار في ظروف جوية كما ذيع هذا في ناكورني كرباخ وخصوصا في معركة الشوشة كلها اليوم تثبت على أنها غير صحيحة ببساطة لأن البير قدار اليوم استخدمت وأمنت الرئيس في فروسي والآب 16 أيضا طارت والأمطار والغيوم يعني أن الزيارة كانت صعبة تأمينها كان صعبا للغاية وأمنت في هذه الظروف الصعبة وهذه رسالة لماذا؟ لأنه بالتأكيد كان يعرف جيدا أحوال الطقس كان يعلم قبل غيره بأحوال الطقس فلماذا المقصود اليوم بالتحديد في فروسي واحتمال سقوط الأمطار وعدم تأجيلها إلى الغد من أجل إتمان هذا التواجد في فروسي أولا لأن برنامج الزيارة تم في الظروف المناخية المعروفة وبالتالي فكان رسالة لمن يهمه الأمر أن البير قدار يمكن أن تعمل في هذه الظروف وأيضا في تأمين الزيارة والنظام الإلكتروني للزيارة كله قد تم قريبا جدا في مستويين الرئيس عروج كما ننقلوها في الصورة الرئيس عروج لم تبقى إلا 500 متر على الحدود اليونانية التي تعتبرها تركيا غير شرعية وتؤمن بالست أميال فقط بالنسبة لضرب العقيدة التمدد بالنسبة للحدود البحرية اليونانية ثم ثانيا للحدود أيضا القبرصية فهو قرص الحدود ووصل إليها ووصل إلى مشارفها تماما للتأكيد أن هذه حدود الدولة القبرصية لشمال قبرص إذن هذه الرسالة الثانية الرسالة الثالثة هي طيران الآف 16 في المجال الجوي الذي يستخدم من طرف الفرنسيين اليوم القاعدة البريطانية فئة فرنسيون إذن المسألة هنا أن الآف 16 طارت في نفس هذا المستوى وأيضا بالنسبة للقاعدة البريطانية فهي لم أصبحت خارج تقريبا خارج أي لا مناورات ولا طيران ولا متابعة إلا من وراء الشاشات هذه الزاوية الثالثة أو الرابعة وهنا يبقى سؤال مفتوح لماذا تحديدا لماذا طيران البيرقدار والآف 16 لتأمين أي عملية من اليوم سنجد أيضا أن إمكانية استخدام ما يسميه اليونانيون وما كشفنا عنه البارحة بتقنية فضائية قريبة في المضار على المضار هو الذي يسمح بتقديم الإشارة الرغم وجود أحوال تقصية صعبة أو مناخية صعبة وبالتالي فإن هذا التأمين هو رسالة لمن لا يعترف بعد بما يسميه الأتراك بتكنولوجيا خاصة أو محلية بالنسبة إليهم يبقى هنا رد اليونان هو الرد الفرنسي الذي أراد أن يزيد بحجمه ويتمدد إلى كاستورليزو لكن اليوم أيضا فيه إجهاد تاني بالنسبة لهذه العملية عملية ثالثة بالنسبة للفايات خرجت عن الخدمة مباشرة ولم يوجه الرادار السابع لهذه الزيارة إذن كانت رسالة للجميع وبالتالي فإنه يتأهل الوضع لشروط أخرى جديدة اليوم بالنسبة للحوار الذي يجري ما بين شمال وجنوب قبرص من جهة وما بين الأتراك وما بين الإدارة القادمة بالنسبة للجميع أيضا والتي تفرض بحكم الأمر الواقع لأن قبرص يجب أن يكون مستقلا لكن هنا فيه شيء غريب للغاية ناكورني كرباخ التي تسعى معه أرمينيا إلى وضع خاص بالنسبة لهذا الإقليم أمام الأتراك وبالنسبة للأتراك يضغطون عبر قبرص ففي كل الأحوال فهذه اللعبة الجيو السياسية مفتوحة على تواجد روسي هناك وعلى تواجد بريطاني في قبرص هنا يطرح السؤال ما موقع بريطانيا من كل هذا اليوم البريطانيون يميلون باتجاه أحل الدولتين وبالتالي فالضوء الأخضر البريطاني واضح جدا من الزيارة التي قام بها اليوم أردوغان ليس فقط أمام التعاون والتنسيق مع القاعدة هناك ليس فقط أمام الطيران الآف 16 فوق هذه القاعدة وأيضا بنسبة للبير القدار دون أن يثير هذا الأمر أي إشكال إطلاقا وللعالم ليس المسألة متعلقة بالرئيس بل بأكثر من 15 حادث وهذا لا يعلنه البريطانيون وبالتالي في كل ما يراه الفرنسيون أنه تصعيد ويعتبر عند البريطانيين قابل للتداول قابل للوقوع وبالتالي أصبح بالنسبة لأردوغان لديه مساحة أخرى للمناورة في شمال قبرص وفي دولة جديدة اسمها شمال قبرص وأيضا بالنسبة للآف 16 واستخدام لأول مرة لمروحيات ولكن الحقيقة هو كثافة وجود الآف 16 التي لا تسمح بتواجد آخر بالنسبة لمروحيات فعوضت بالبير قدار شكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر